اشتركوا في القناة وعلى هذا فقط من باب التوضيح عندما نتكلم هو الأصل في الماضي كنا نتكلم فقط في استرواء أو في النظام القديم كنا نتكلم فقط عن العمل الإداري الآن نتكلم عن العمل الإداري والعقول الإدارية لأنه بالفعل العمل الإداري الآن يعني بعدما كان يتميز بالسلطة العامة وبقرارات إدارية فيها امتياز التحكم والسلطة والقوة اليوم عندنا يعني قانون إداري يتجه نحو المساطر التشاركية نحو الانفتاح نحو الى آخر والإدارة في بعض الحكاتين من الحالات أصبحت تفضل الأسلوب التعاقدي عن الأسلوب الانفرادي حتى في مجال السياسات العمومية اليوم إن شاء الله سأتكلم عن الفصل الثالث سنتطرق إلى الفصل الثالث وهو يتعلق بالشرطة الإدارية ويعني يجب أن نميز يعني العمل الإداري كما قلنا هناك عمل إدارية قانونية في القرارات إدارية العقد إدارية وعمل إدارية مادية إرادية وغير إرادية إلى آخره ولكن العمل الإداري جملة يمكن أن نميز داخل العمل الإداري بينما نسميه ما يتعارف الفقه على تسميته بالوسائل القانونية للعمل الإداري وهي أساسا الشرطة الإدارية والمرفق العام إذن الوسائل القانونية وما يتعارف عليه بالوسائل القانونية للعمل الإداري نجد أولا الشرطة الإدارية وثانيا المرفق العام وعندنا كذلك الوسائل المادية للعمل الإداري وهي الموارد البشرية كل ما يتعلق بالوظيفة العمومية إلى آخره وكذلك الملك العام ولكن لا نتطرق إلى هذه الوسائل المادية للعمل الإداري لأن الوقت لا يسعفنا وعندنا مجال التدريس من حيث الحجم الإجمالي الكم الإجمالي لعادة الساعات يطرح مشكل لذلك سنقتصر فقط عن الشرطة الإدارية ونزونا عند طلبات S5 الذين بدأوا يطالبون الآن بكذلك التطرق إلى المرفق العام لأنه الطالب يأخذ واحد كوين من S2 S3 ولكن بالنسبة للإست هو الاكتفاء فقط بالشرطة الإدارية كوسيلة من الوسائل القانونية للعمل الإداري يعني غير كافية وبالتالي لا بد من التطرق إلى المرفق العام رجائف الله سبحانه وتعالى توفر الوقت كذلك للتطرق إلى المرفق العام عندما نتكلم عن الشرطة الإدارية سبق لنا أن تطرقنا إلى الشرطة الإدارية في إطاري تصنيف العمل الإداري من حيث الآثار حيث قلنا بأن هناك عمل إداري سلبي وعندما أقول سلبي لا يعني أنه شيء سيء لا يعني أنه عمل سيء وإنما هو عمل إداري قائم على أساس الضبط والمنعي فلذلك يعتبر هذا العمل يعتبر عمل الشرطة الإدارية هو عمل بالأساس قائم على المنعي والضبط والتنظيم إلى آخره فلذلك يقال عنه أنه عمل إداري سلبي ولكن بجانب إيجابي لأنه كما سنرى بأن هذه السلبية هي ما يسمى بالعمل إداري السلبي بين قوسين وفي نينية المطاف يحمينا لأنه بالأساس قائم على حماية النظام العام من سكينة وأمن وصحة ونظافة إلى آخره فلذلك سنتطرق إلى الشرطة الإدارية وقلنا كذلك أن العمل الإداري الإيجابي هو المرفق العام كمرفق الصحة إذن عندما نتكلم عن الشرطة الإدارية مفهوم الشرطة الإدارية يعني هناك المفهوم العام للشرطة وهذا كله موجود في الكتاب أو في البوليكوب فلذلك لن أتطرق إلى مثل هذه الأمور لأنها ذات طابع تاريخي وذات طابع استلاحي فقط ولكن عندما نصل إلى التعريف القانوني للشرطة القضائية يعني مثلا ميشيل غوسي يقول هي جميع الأعمال الرامية إلى ضمان الشرطة الإدارية إلى المحافظة على النظام العام عن طريق تنظيم أعمال الأفراد إذن الشرطة الإدارية تساوي النظام العام يعني أهم شيء هو النظام العام وكيف سننظم هذا النظام العام كيف أن الشرطة الإدارية يمكن لها أن تنظم هذا النظام العام طبيعة الحال عندما تكلم عن النظام العام مثلا السكينة مثلا السكينة هناك فوضى هناك ضوضاء هناك ضجيج هناك إلى آخره فكيف ستنظمه؟ تنظمه عبر آليات المناء عبر آليات وضع الضوابط فلذلك النظام العام هو الشرطة الإدارية يستحيل تعريف الشرطة الإدارية خارج النظام العام موريس هوريو هو الآخر يقول الشرطة الإدارية تحافظ على النظام العام عبر الوقاية جورج فدل تعريفه يربط الشرطة الإدارية بالمحافظة على النظام العام عبر كلهم النظام العام إذن الشرطة الإدارية تحافظ على النظام العام عبر ماذا؟ هذا هو السؤال الجواري عبر الوقاية يعني عمل الشرطة الإدارية هو عمل وقائي عندما تقوم الشرطة الإدارية بوضع دوابط دوابط تتعلق بالسير أو دوابط تتعلق بالمرور أو دوابط تتعلق بكذا أو بتنظيم كذا مسألة هنا الشرطة الإدارية الهدف هو الوقاية يعني حتى لا تقع مشاكل فعندما نتكلم مثلا عن شرطة المرور والضوء الأحمر والضوء الأخضر والضوء الأصفر فهناك إجراءات وقائية حتى لا نقع في المشاكل إذن السرطة الإدارية تساوي النظام العام المحافظة على النظام العام عبر وسائل وقائية تنظيم المنع إلى آخره فلذلك نقول دائما أن عمل السرطة الإدارية هو عمل سلبي وأكرر ليس سلبي بالمفهوم الضيق والحرفي للكلمة ولكن سلبي يعني عبر وضع ضوابط وموانع إلى آخره من أجل المحافظة على النظام العام والنظام العام يخدمنا نحن كأفراد بطبيعة وبالتالي يعني كل ناس ننادي بضرورة تدخل الشرطة الإدارية لحماية النظام العام يعني مثلا أحد الجيران وضع مواد البناء على الطريق طريق عام في هذه الحالة من الذي سيتدخل ستدخل الشرطة الإدارية عبر منعه من كذا وكذا وكذا وهذه هي ضوابط حفاظا على النظام العام نفس التعريف نجده كذلك عن الفقهاء المغاربة أستاذنا عبد العزيز بن جلون أن الشرطة الإدارية مجموعة لأنشطة الإدارية التي تهديف إلى حماية النظام العام بالنسبة لأستاذنا عبد القادر بين الشرطة الإدارية مجموعة نشاطات الإدارة التي تكمن في اتخاذ مختلف إجراءات تنظيمية والفرضية من أجل حفاظ على النظام العام بمذلوله الثلاث سنرحض لاحقا أن النظام العام هو الأمن والصحة وطمأننا أو السكينة أستاذتنا ملك الصروخ نظام العام وظيفة من أهم وظائف الدولة تتمثل أساسا في الحفاظ على النظام العام إذن أنا سأقف عند تعريف أستاذتنا ملك الصروخ ماذا تقول؟ تقول وظيفة من أهم وظائف الدولة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام صحيح لأنها من أهم الوظائف الشرطة الإدارية إن صح التعبير أهم وظيفة للدولة أهم وظيفة للسلطة التنظيمية أهم وظيفة للسلطة التنفيذية لماذا؟ لأنه بدون المحافظة على النظام العام ستكون فوضى داخل المجتمع فلذلك دور الشرطة الإدارية دور جوهري قد نجد مجتمعات بدون مرافق عامة ولكن يستحيل أن توجد هذه المجتمعات بدون شرطة إدارية إذن هي من الوظائف الهامة كما تقول أستاذنا ملك الصروخ يعني من الوسائل المهمة من الوسائل السيادية للإدارة وبما أنها من الوسائل المهمة داخل المجتمع في المجتمع الشرطة الإدارية فأعمال الشرطة الإدارية لا يمكن أن تكون إلا أعمال واحد صادر عن الأشخاص المعنوية للقانون العام ثانيا تتخذ شكل قرارات إدارية يعني الشرطة الإدارية تتصرف فيها يعني عندما نتكلم عن الشرطة الإدارية فهي من الأعمال الإدارية تكون في شكل قرارات إدارية يعني أعمال صادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة يعني الإرادة المنفردة للإدارة لأنها من أهم وظائف الدولة فلذلك الشرطة الإدارية لا يمكن أن تكون محلة عاقد بين الإدارة وشخص خاص أو حتى شخص آخر كيفما كان نوم إذن الشرطة الإدارية لا يمكن أن تكون محلة عاقد لماذا؟ لأنه كما تقول في تعريفها وهذا استنتاج من تعريف أستاذتنا ملكة صرخ وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام لذلك الشرطة الإدارية لا يمكن أن تكون محلة عاقد وهناك اجتهادات قضائية كثيرة مثلا اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1932 فيلد كاستل نورد ضعي يعني يؤكد بأنه لا يمكن للشرطة الإدارية أن تكون محلة تعاقد على أي في الكتابات سترون إن شاء الله بأنه هناك أحكام كثيرة تؤكد على أن الشرطة الإدارية لا يمكن أن تكون محلة تعاقد وكذلك هذا ما سيؤكده المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 29 غوشة 2000 وجوج بخصوص دستورية للواء دوريونتاشن اي دو بروغراماشن دو الجستيس سيفتح الباب أمام اجتهادات إدارية جديدة بخصوص إمكانية وجود علاقة تعاقد يبين تهم مجال الشرطة الإدارية بالنسبة للمجلس الدستوري لا يمكن لمهام الشرطة الإدارية المرتبطة بسيادة الدولة أن تكون محلة تعاقد هذا شيء أساسي ولكن في نفس الوقت مجلس الدولة يميز مجلس الدستوري الفرنسي يميز بين الطابع القانوني للشرطة القضائية العمل القانوني للشرطة القضائية الذي لا يمكن أن يكون محلة تعاقد والطابع المادي للشرطة القضائية الذي يمكن أن يكون محلة تعاقد وهذا شيء مهم إذن العمل القانوني للشرطة للقضائية لا يمكن لشرطة الإدارية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون محل تعاقد موقف المجلس الدستوري وأحكام كثيرة وعديدة ستكون بين أيديكم إن شاء الله ترفض أن تكون السرطة الإدارية محل تعاقد السرطة الإدارية محل تعاقد ولكن المجلس الدستوري أكد أن هذا الجانب يتعلق فقط بالجانب القانوني أما الجانب المادي فيمكن أن يكون محل تعاقد وهنا أعطي مثال مثلا شرطة المرور شرطة المرور هي شرطة إدارية لماذا شرطة إدارية لأنها تنظم تحافظ على النظام العام تحافظ على سلامة الناس على سلامة الرجلين على سلامة حتى أصحاب السيارات أصحاب دراجة نارية أصحاب كذا أصحاب كذا هذا دور الشرطة الإدارية بالمنع فعندما يطلب منك شرطة المرور أن تقف أو أن تمر فهو ينظم يحافظ على النظام العام المتعلق بالسير وبالتالي فهو شرطة إدارية إذن هذا العمل عندما تقوم بمخالفة فإنه تنظيم هذا العمل وتحرير تنظيم العمل فعندما ينظم هذا العمل فإنه شرطة إدارية ولكن عندما تقوم عملية الحجز مثلا على الدراجة النارية أو على السيارة فالحجز ليست الشرطة نفسها هي التي تأتي بالسيارة الحجز ديباناج ما نسميه بالديباناج وتحمل السيارة إلى مستودع السيارات يعني السيارة المحجوزة فهذا الحالة العمل الشرطة الإدارية من تنظيم ومن كذا هذا عمل لا يمكن أن يكون محل تعاقد لا لكن العمل المادي مثلا كحجز سيارة أو الدراجة النارية ونضعها في فغيار فهذا عمل مادي وليس عمل قانوني فهذا العمل المادي يمكن أن يكون محل تعاقد وهنا يضرح السؤال العمل القانوني إذا وقعت عنه أضرار من الذي يتحمل المسؤولية؟ طيب الحال تحملوا الشرطة الإدارية الدولة والحالة هذه حسب هل الدولة هل جماعة ترابية إلى آخر يتحملوا الشخص العام لكن المسؤولية يعني هذا التعاقد بين يعني التعاقد في مجال الجانب المادي للشرطة الإدارية مثلا كالديباناج يعني إلى فغيار هذا جانب مادي من الشرطة الإدارية وبالتالي ففي حالة وقوع أضرار تبقى الشخص العام يبقى مسؤول عن هذه الأضرار ويعوض عن هذه الأضرار وليس الشخص الخاص وهناك أحكام لا داعي لذكرها ستجدونها مكتوبة إن شاء الله إذن إذن هناك حكم يعني حكم يعني مهم جدا يعني بالنسبة له وهكذا سيطبق مجلس الدولة الفرنسية بتاريخ 10 أكتوبر 2011 في قضية مينستير دوالاليمونتاسيون دوالالاكريكولتور ودوالابيش اجتهاد مجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بالألوان التي تكلمت عنها سابقا هذه القضية تتعلق بتدخل الدولة لحماية الصحة والوقاية من خطر أمراض جنون البقر في هذه العملية الحماية والوقاية التي تعتبر من أهم الشرطة الإدارية ارتأت الدولة القيام بعملية تطهير وتنظيف لضيعة ظهر بها مرض جنون البقر عملية تطهير والتنظيف لهذه الضيعة تم إسنادها في إطار عملية تعاقدية إلى شركة خاصة لكن صاحب الضيعة تضرر من أعمال الشركة إذن العمل الوقائي والذي تقوم به وزارة الفلاحة يعني من ضبط ومن حماية وهذا عمل قانوني للسلطة الإدارية ولا يمكن أن يكون محلة تعاقد لكن العمل المادي يعني عملية تطهير وعملية حرق الضيعة إلى آخره وتطهير الضيعة هذا عملية مادية تم إسنادها إلى قطاع خاص إلى شركة خاصة لكن المعنى بالأمر الشخص تضرر من أعمال هذه الشركة في إطار هذه القضية سيعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الأعمال القانونية للشرطة الإدارية لا يمكن أن تكون محلة تعاقد مع الخواص لأنها مرتبطة بسيادة الدولة أما الأعمال المادية للشرطة الإدارية يعني عملية تطهير وعملية تنظيف فيمكن أن تكون محلة تعاقد لكن تحت مسؤولية الدولة في حالة ما إذا حصلت أضرار الأفراد وعوضت الدولة صاحب الضيعة من الضرر المادي الذي حصل له من طرف المتعاقد مع الإدارة إذن أظن أنني فصلت تفصيلا فيما يخص طبيعة القانونية للشرطة الإدارية طبعا الحال الإجابات الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله في نهايتي الحصة بإذن الله هنا السؤال تكلمنا عن الشرطة الإدارية وطابعة القانونية وقلنا بأنها كما تقول أستاذنا ملك الصرخ بأنها من أهم وظائف الدولة وبالتالي أمر طبيعي الشهاد القضاء الفرنسي والدستوري وحتى المغربي الكل يمشي في نفس الاتجاه بأن الجانب القانوني لا يمكن أن يكون محل تعاقد والجانب المادي يمكن أن يكون محل تعاقد وأعطيت كمثال شرط المرور ينظم وكذا وكذا ينظم عملية السير ويوقف السيارات إلى آخره فلذلك لا يمكن للأشخاص أن يحلون محل شرط المرور لتنظيم السير يعني هذا غير ممكن لأن هذا الجانب القانوني ولا يمكن أن يكون محل تعاقد لكن الجانب المادي يعني الدباناج مثلا فهو يمكن أن يكون محل تعاقد لذلك فيما يخص الدباناج دائما نجد أن هناك أشخاص لا ينتمون إلى قطع الشرطة يعني أشخاص عادي هم شركة خاصة في عملية تعاقدية بين الإدارة ولكن بين الشرطة الإدارية ولكن في إطار الجانب المادي وليس القانوني الشرطة الإدارية طبعا هذه نقطة أولى حول الطبيعة القانونية دراسة هذه الطبيعة القانونية تفرض علينا وجوبا التطرق إلى الفرق بين الشرطة الإدارية والمرفق العام قلت بأن الشرطة الإدارية قلت سابقا الجانب الإيجابي مرفق عام والجانب السلبي بين قوسين السلبي بين قوسين هي الشرطة الإدارية حيث نجد أنه في الكثير من الحالات لماذا ضرورة تمييز في الكثير من الحالات نجد أن هناك خلط نجد في نفس العملية مرفق عام وشرطة إدارية وهنا سعوة أمتلة أمتلة يعني سعوة أمتلة مادية يعني من الموسى المثال الأساسي هو إشارات المرور علامات المرور عندما تضع الإدارة علامات طرقية تجبر السائقين على تخفيض السرعة نظرا لوجود منعطفات ومنعرجات خطرة فإنها في هذه الحالة تتصرف كشرطة إدارية الحماية الوقاية النظام العام يعني نحمي السائقين وكرر عندما تضع الإدارة علامة طرقية طرقية تجبر السائقين على تخفيض السرعة فهي تتصرف من أجل حماية الأشخاص من أجل حماية النظام العام النظام العام المرتبط بالسير وبالطرق فإنها في هذه الحالة تتصرف كشرطة إدارية وبالتالي الذي يطبق هو القانون الإداري والاختصاص هو اختصاص القضاء الإداري لأننا هنا العمل وعمل شرطة إدارية محضر لكن في نفس الوقت عملية إعلام السائقين بوجود هذه المنعطفات والمنعرجات تدخل في إطار خدمات المرفق العام الذي تدبره الإدارة ونفس الشيء نطبق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري إذا العلامة علامة يعني خطر أو علامة المنعرجات أو علامة الفغاج وهذه علامات قد ننظر إليها من جانب أنها يعني هي عمل إدارية كما سنرى بأن القرار الإداري قد يكون بالإشارة أو بالعلامة العلامة تعتبر قرار إداري قد ننظر إلى هذه العلامة علامات بأنه منعرج خطير ننظر إليها على أساس أنها شرطة إدارية لأن الإدارة تهدفه على إجبار السائقين على تخفيض السرعة إذن تجبر السائقين على تخفيض السرعة لاعتبارات مرتبطة بالنظام العام إن لم يخفيض السرعة قد تكون هناك حواديث إلى آخره إذن الشرطة في هذه الحالة عندما تجبر فهي شرطة إدارية ولكن في نفس الوقت هي تخبر الآخرين يعني كتعلمهم يا أيها السائق attention هناك خطر إلى آخره فإن في هذه الحالة يعني تدخل هذه العملية في إطار عمليات المرفق العام لكن عندما يقول المرفق العام يعني طبيع القانون الإداري والقضاء الإداري لكن عندما يكون هناك طريق سيار بالأداء يمكن للصائق من خلاله تفادي هذه المنعرجات إلى آخره فمن حقها ليس هناك من يجبر على الطريق السيار فمن حقها أن يلجأ إلى الطريق السيار وفي هذه الحالة نحن لسنا أمام شرطة إدارية عملية ثورة إلى الطريق السيار لسنا أمام شرطة إدارية ولسنا أمام يعني مرفق عام لأنها العملية خاصة عملية خاصة وتخضع للقانون الخاص وللقضاء العادي وهنا ملاحظة أساسية إذن هذا لا يعني أنه داخل طريق السيار ليست هناك شرطة إدارية على العكس هناك تحديد السرعة هناك كذا وكذا وكذا إذن استعمال طريق السيار يعتبر من أعمال الشرطة الإدارية وكذلك العلامات وهذا والمنعرجات الموجودة في الطريق تعتبره سواء كشرطة إدارية عندما نجبر المصائقين على احترامي على تخفيض السرعة ولكن تعتبره في نفس الوقت كمرافق عام لأننا إعلام المتنافس إلى آخره أما عملية الولوج عملية الولوج فهي ليست بمرافق عام هذا حرية السائق قد يلجو طريق السيار وقد لا يلجو طريق السيار وبالتالي تبقى عملية يعني خاضعة للقانون الخاص فلذلك نقول أن الإدارة أن الإدارة يعني عندما تتصرف كشرطة إدارية فهي غالبا يعني الشرطة الإدارية مجانية الشرطة الإدارية عمل الشرطة الإدارية تدخل أدراء بالشرطة الإدارية في مثل هذه الحالات مثلا الصحة العامة الحريات العامة مراقبة جودة المواد الغذائية محاربة الغش إلى آخر ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية والله نجينا ونجيكم من هذه الأمراض اللي كانت انتشار الآن يعني هنا الإدارة تتصرف كشرطة إدارية والعمل أصلا هو عمل مجاني وبالتالي لا تخضع إلا للقانوني الإداري أما إذا قامت الشرطة الإدارية الإدارة أو ليس الشرطة الإدارية عفوا أما على مستوى المرفق العام الإدارة تقوم بتقديم خدمات للمواطنين والمرتفقين في إطار خدمة المصلحة العامة مثل تقديم خدمات النقل وتوزيع الماء والكهرباء والتعليم إلى آخر إن القانون الإداري لا يضفي طابعا سيادي على مثل هذه الأعمال لذلك تكون في أغلب الأحيان يعني مثلا توزيع الماء والكهرباء غير مجاني وقائم على دفع الرسوم للسفادة منها هنا عندما تكلمت عن التعليم فالتعليم في دول أخرى الحمد لله أن التعليم مجاني وبالتالي نجد أن أعمال وخدمات المرفق العام قد تتم مباشرة عبر السلطة الإدارية المركزية أو عبرها إذا كانت مباشرة عبر السلطة الإدارية المركزية أو السلطة الإدارية المحلية فأي غالبا مجانية لكن إذا كانت خدمات المرفق العام سيقدمها القطع الخاص فهي في هذه الحالة غير مجانية وهكذا نجد أن خدمات المرفق العام قد تكون تارة خاضعة للقانون الإداري وذلك عندما يتم تقديمها من طرف السلطات الإدارية بما في ذلك خدمات المؤسسات العمومية الإدارية وتارة خاضعة للقانون الخاص كما رأينا سابقا المؤسسات العمومية خدمات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري رجائي لله سبحانه وتعالى نكون توفقت في هذه العملية إذن أمر إلى نقطة أخرى قمنا بعملية تمييز بين الشرطة الإدارية والمرفق العام الآن سنقوم بعملية تمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان نجد أن نفس الجهاز يقوم بعمل شرطة إدارية وعمل شرطة قضائية مثلا المسطرة الجنائية اعتبرت أن رجل السلطة من باشوات وقواد وضباط للشرطة القضائية فالمشكلة أنه نفس الجهاز قد يكون شرطة إدارية وفي نفس الوقت شرطة قضائية مثلا كالقيد الذي يعتبر من ضباط الشرطة القضائية وهذا هو المشكل وضرورة تمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية وخير مثل على ذلك شرطي المرور فشرطي المرور عندما ينظم المرور عملية تنظيم المرور ونفس الشرطي عندما ينظم المرور يتصرفك شرطة إدارية ولكن عندما ترتكب مخالفة فإنه يقوم بتحرير محضر بتحرير محضر فإنه في هذه الحالة يتصرفك شرطة قضائية إذن هذا هو المشكل هذا هو ضرورة تمييز لماذا نحن لا بد أن نمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية خاصة كما قلت أنه في بعض الحالات نفس الجهاز قد يقوم بمهام الشرطة الإدارية ومهام الشرطة القضائية خير مثال شرط المرور عندما ينظم فنحن أمام شرطة إدارية ولكن عندما نرتكب المخالفة ويحرر المحضر فنحن أمام شرطة قضائية إذن كيف نمييز؟ للتمييز هناك معايير للتمييز أهم معايير الذي يعتمد عليه الفقه الإداري هو القانون المطبق عندما نتصرف كشرطة إدارية فالقانون المطبق هو القانون الإداري والاختصاص يرجع للقضاء الإداري إذن شرط المرور عندما يتصرف كشرطة إدارية فالاختصاص في هذه الحالة يرجع للقضاء الإداري وتطبق قواعد القانون الإداري لكن عندما نجد أنفسنا أمام شرطة قضائية فالاختصاص هو القاضي الجنائي والقانون المطبق هو القانون الجنائي إذن أعيد معايير القانون المطبق شرطة إدارية قانون إداري قضاء إداري شرطة قضائية قانون جنائي القاضي الجنائي هذا المعيار الأول ولكن واضح وفيه شيء من تفصيل ولكن الفكرة واضحة الحمد لله المعيار الثاني ينظر أصحاب ما يسميه بالمعيار العضوي وقد شرحته كثيرا ما معنى العضوي ينظر أصحاب هذا المعيار إلى الجهة الجهاز العضو ومصدر القرار فمتى كان القرار صادر عن جهة تنتمي إلى السلطة التنظيمية وقلت الأشخاص المعنوية للقانون العام فالعمل وعمل شرطة إدارية أما إذا كان العمل صادر عن جهاز تابع للسلطة القضائية اعتبر العمل من أعمال شرطة القضائية فمتى كان القرار أو العمل صادر عن جهاز ينتمي إلى السلطة التنظيمية درجة دمنا أعمال شرطة الإدارية مثال ذلك النشاط الذي تتوله وزارة الداخلية ويرمي إلى الحفاظ على النظام العام أما إذا كان العمل صادر عن جهاز تابع للسلطة القضائية اعتبر هذا العمل من أعمال شرطة القضائية القضاء المغربي سيعتمد في قضية روسي 1972 سيعتمد على هذا المعيار لأن هذا المعيار في الأساس هو قائم على مبدأ الفصل بين السلطة الشرطة الإدارية من اختصاصي السلطة التنظيمية التنفيذية أما الشرطة القضائية فهي عملا تابعة للسلطة القضائية الأشخاص الذين يمارسون مهام فلذلك يصل الفقه إلى فكرة مفادها أننا الأشخاص الذين يمارسون مهام الشرطة الإدارية النص القانوني لا يحددهم لماذا؟ لأن مهام الشرطة القضائية الإدارية مهام واسعة على عكس مهام الشرطة القضائية فنجد أن قانون المستر الجنائية يحدد حصرا منهم الأشخاص الذين يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية القانون الجنائي لمادة 19 لمادة 20 إلى آخره كل هذا مفصل تفصيلا إذن معيار آخر هو معيار الغاية هذا معيار الغاية من أهم المعايير اعتمده مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1964 في قضية شركة فرنس للنشر والمطبوعات والتي تميز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية عبر الغاية إذا كانت الغاية الوقاية فنحن أمام شرطة إدارية وإذا كانت الغاية الزجر فنحن أمام شرطة قضائية مثال شرط المرور عندما ينظم السير فالغاية ماذا؟ الوقاية من حوادث السير فنحن هنا أمام شرطة إدارية ولكن عندما ترتكب المخالفة ويحرر محضرا فنحن هنا الزجر إذن نحن هنا أمام الشرطة القضائية إذن مهام الشرطة الإدارية هي مهام وقائية ضبطية إلى آخره ومهام الشرطة القضائية مهام زجرية إذن في الحالة الأولى نطبق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري وفي الحالة الثانية يعني حالة الشرطة القضائية القانون الجنائي وقاضي الجنائي انطلاقا من كل هذا يعني هذا التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية هناك عدة نتائج النتيجة الأولى أننا عندما نتكلم عن الشرطة الإدارية الرابع أن الشرطة الإدارية أنها تعدد الانتماءات شرطة إدارية متعلقة بالسياحة شرطة تنتمي لوزارات السياحة شرطة إدارية تتعلق بصناعة إلى آخره وزارات صناعة شرطة إدارية تتعلق بالفلاحة تنتمي لوزارة الفلاحة إذن بالنسبة للشرطة الإدارية هناك تعدد الانتماءات أما بالنسبة للشرطة القضائية فهو جهاز واحد النيابة العامة والسلطة القضائية وزارة العدل إذن أما الشرطة الإدارية فهي تمارس عملها يعني باسم جهات متعددة يعني كما قلت وكذلك باسم الجماعات جماعات وكذلك باسم الله يعني السلطات الممثلة للإدارات الممثلة للسلطة المركزية على المستوى المحلي عامي الوالي إلى آخره قيد باشا إلى آخره النتيجة الثانية أن الشرطة الإدارية تقوم بمهامها تحت إشراف السلطة الإدارية أما الشرطة القضائية فتحت إشراف النيابة العامة النتيجة الثالثة أعمال الشرطة الإدارية تأخذ شكل قرارات إدارية أما أعمال الشرطة القضائية فهي ليست قرارات شرطة إدارية فإنما أعمال قضائية تخضعه للقانون الجنائي النتيجة الرابعة الأضرار الناجمة عن الشرطة الإدارية يعني الأضرار الناجمة عن الشرطة الإدارية فالمسؤول هو الشخص المعنوي العام إذا كان إدارة مركزية أو إدارة في طرع عدم التمركوز إلى آخره فهنا المسؤولية هي مسؤولية الدولة أما إذا كان العمل الإداري هذا الشرطة الإدارية يعني الجماعة الترابية يعني الجماعة هي صاحبتي التي ارتكبت أخطاء ووقعت عنها أضرار فالمسؤولية في هذه الحالية مسؤولية الجماعة إلى آخره لكن فيما يخص المسؤولية عن أضرار الشرطة القضائية فالدولة فقط إذا الدولة نجدها في حالة الشرطة الإدارية ونجد كذلك الجماعة ونجد كذلك إلى آخره أما الشرطة القضائية فالمسؤول الوحيد في حالة الأضرار هي الشرطة القضائية هي الدولة لأنهيت هذه النقطة يعني التعليق نرى بعض نرى بعض التعليق للإجابة عن بعض الأسئلة السلام عليكم وعليكم السلام تعليق هناك تعليق انظر الأعمال القضاء هي أعمال مقيدة مقيدة كونها محددة بقواعد ومبادئ المصدر الجنائية نعم صحيح إذن ليس هناك أسئلة تذكر الأعمال القضاء هي أعمال مقيدة نفس الشيء نفس الشيء حسناً يعني مقيدة 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 بالفعل هي مقيدة في البداية الله يخليكم عندما نتكلم عن الشرطة القضائية دائماً في رأسي كلمة كلمتين النظام العام يستحيل تعريف الشرطة الإدارية خارج خارج يعني يستحيل أن نفهم الشرطة الإدارية خارج النظام العام هناك بعض الأسئلة من المسؤول عن أضرار السلطة أضرار السلطة إدارية أضرار الشرطة الإدارية هي حسب الحالة إذا كانت مثلاً الأضرار مرتبطة بممارسة رئيس المجلس الجماعي وتضرر أحد الأشخاص فهنا الجماعة هي المسؤولة إذا كان مثلاً الوزير تكب فالدولة هي المسؤولة كذلك العامل الدولة هي المسؤولة كذلك الولي هي المسؤولة لكن فيما يخص يعني أضرار التي قد تلحق بالأشخاص ففي هذه الحالة ما نعطوش أمثلة ضرار لأن الأمثلة تختلف والأمثلة كثيرة فلا داعي للدخول في حالة الخطأ هل تتحمل المؤسسة العمومية قاعدة عامة الدولة المؤسسة العمومية المؤسسة العمومية شخص معنوي من أشخاص معنوية العامة الخاضعة القانون العام لها استقلال إداري ومالي وإذا ارتكبت المؤسسة العمومية أخطأ فهي التي تتحمل مسؤولية الخطأ إذن نستمر إذن عندما نتكلم عن الشرطة الإدارية دائما نخلي فراسي تساوي النظام العام الشرطة الإدارية تساوي النظام العام لماذا نظام العام؟ كما قلت سابقا تاريخيا وسوسيولوجيا المجتمع قد لا يتوفر على مرافق تاريخيا مجتمعات كثيرة لم تكن لها مرافق ولكن كانت لها بمعنى أو بآخر شرطة إدارية لأن الشرطة الإدارية هي التي تصنع المجتمع هي التي تحافظ على النظام العام بدون النظام العام ليس هناك مجتمع طبيعي الحال إذن المحافظة على النظام العام هو هدف الشرطة الإدارية إذن نقول بأن الشرطة الإدارية تساوي المحافظة على النظام العام تساوي النظام العام ولكن هنا السؤال ما هو النظام العام؟ إذن إذا كانت الشرطة الإدارية شرطة إدارية من أهم أجهزة الدولة ومن أهم مهائم الدولة وأنها مهمة سيادية ولا يمكن أن تكون محلة عاقد في جانبها القانوني وكذا وكذا وعبر قرارات إدارية وكذا فهذا يعني أنها شيء مهم إذن ما هي كيف يمكننا أن نعرف النظام العام؟ من خصوصية النظام العام ومن جمالية النظام العام ومن فعالية وحيوية النظام العام وأنه غير محدد بنص قانوني لماذا؟ لأن النظام العام بشكل أو بآخر هو المصلحة العامة وبالتالي فهو كنفس المصلحة العامة يتغير بتغير الزمان والمكان فإذا قمنا بتعطاء تعريف دقيق لمفهوم النظام العام ضاعت فعالية النظام العام ووقع خلل في عمل الشرطة الإدارية فلذلك من خصوصية أنا أقول من جمالية ومن روعة النظام العام أنه غير محدد بنص قانوني لماذا غير محدد بنص قانوني؟ لأن السرطة الإدارية في إطار النظام العام تتصرف عبر وسائل وقائية فمتى ظهر خطر يهدد المجتمع فإن السرطة الإدارية مجبرة على التحرك لاتخاذ إجراءات وقائية وحماية المجتمع من هذا الخطر في إطار ما يسمى بالنظام العام إذن لو عرفنا النظام العام لا تضع المجتمع لو عرفناه بشكل دقيق لكان المجتمع يعني يعني في أي يعني قد تظهر أشياء أخرى أشياء أخرى قد أعطي دائماً مثال خلال المحاضرات مثال مرتبط بالأكسجين ليس هناك الآن يعني يعني إجراءات تنظم الأكسجين يعني الحمد للذي نعمة من الله سبحانه وتعالى نتنفس نأخذ الأكسجين ولكن لا قدر الله مثلاً نفترضنا جدلاً يعني على سبيل الفكاهة وعلى سبيل النقطة أنه وقع مشكل وكنا قد عرفنا النظام العام بشكل دقيق فأكيد لن ندخل الأكسجين في تعريف النظام العام يعني هذه مسألات نعتبرها مسألة طبيعية في هذه الحالة سننتظر إعادة تعريف النظام العام واجتماع البرلمان من أجل الاجتماع هذا وستأخذ وقت طويل ورحم الله من رحمه وإلى آخره فلذلك طالما أن الأمر يتعلق بالنظام العام فمتى كان هناك شيء خطير خطورة تهدد النظام العام تتدخل الشرطة الإدارية لأنها طابع وقائي وبالتالي فعندما نقول أنه ليس محدد بنص قانوني فهذا لا يعني أن الأمر أمر سلبي بل على العكس أمر إيجابي لأن النظام العام يتغير بتغير الزمان والمكان شأنه شأن مصلحة العامة وما هو النظام العام في نهاية المنطقة إلا مصلحة عامة وهذا مجلس الدولة الفرنسية مجلس الدولة الفرنسية بتاريخ 1919 غوشت لوي غوشت تنقلك لوي غوشت لوي غوشت لوي أوت دنك 1919 أغي لابون أغي لابون أغي لابون من القرارات الصادرة عن المجلس الدولة الفرنسية وتعتبره من القرارات المهمة لماذا؟ لأنه سيؤكد أنه ليس من الضروري وجود نص قانوني لتحديد مفهوم النظام العام ليس من الضروري وجود نص قانوني الحفاظي لتحديد مفهوم النظام العام وهذا يعني كان فلذلك النتيجة يعني نتيجة أن الإدارة ستتوفر على سلطة تقديرية إذن عندما نقول هي عناصر مهمة عندما نقول السلطة الإدارية فهو عمل سلبي ليس بالمفهوم السلبي للكلمة المفهوم الحربي وإنما عمل سلبي وذلك عبر وضع قواعد الضبط إلى آخر آلية الضبط وسائل الضبط من أجل حفاظه على النظام العام الذي يتغير وبتغير الزمن والمكان هذا وكذلك أن عمل الشرطة الإدارية يمكن أن تكون موضوع عقد إداري إلى آخره إلى آخره إذن غير محدد إذن هل يدخل هذا في إطار السلطة المقيدة للإدارة أم السلطة التقديرية للإدارة طبيعة الحال الشرطة الإدارية وعلاقتها بالنظام العام لا يمكن أن تفهم خارج السلطة التقديرية إذن هناك علاقة بين الشرطة الإدارية والنظام العام وممارسة الإدارة للسلطة التقديرية لماذا؟ لأن النظام العام غير محدد بنص قانوني بل أكثر من ذلك في المجلس الدولة المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 27 جويل 1982 في قضية communication audiovisual سيضف طابعاً دستورياً على النظام العام تعتبر من المبادئ الدستورية التي حيث أصبحت مما يفيد أن حماية النظام العام أصبحت على مستوى تدرج قواعد القانونية تعتبر من المبادئ الدستورية التي يتعين احترامها من طرف الشريعات والمراصيم والقرارات الإدارية يعني أهمية النظام العام داخل المجتمع ولكن حيوية هذا النظام العام وحركية هذا النظام العام مرتبطة بالأسس بعدم تعريفه بنص دقيق لو تم تعريف النظام العام بنص دقيق لضاعت المصلحة العامة لماذا؟ لأنه يتغير ويتغير الزماني والمكان وأتقول أنا أقول النظام العام فعندما نتكلم عن النظام العام ما المقصود بالنظام العام؟ الفقه جرت العادة أن الفقه في بعض الحالات ما شير في كثير من الحالات عندما لا تكون مسألة لا يحددها القانون فيكون تكون هناك اجتهادات إلى آخرين النظام العام هناك ما هي مكونات نظام العام أو مرتكزات نظام العام يجب أن نميز بين نظام العام يعني ومكونات نظام العام يعني في نسخته تقليدية يعني نسخة تقليدية للنظام العام ونسخة حديثة للنظام العام لمكونات نظام النسخة التقليدية هي ما يعتبر ضروري لكل مجتمع يعني وهي ثلاثة عناصر هي الأمن العام السكينة العامة والصحة العامة هذه العناصر ثلاث ضرورية بالنسبة لكل مجتمع فلذلك تعتبر هذه المكونات التقليدية للنظام العام تكيف على أسس أنها ثلاثة مكونات أنها الأمن العام الصحة العامة والطمعنينة أو السكينة العامة المكونات التقليدية الأمن العام ويقصد به الأمن العام أو السلامة كما يقول الله سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنة فكور صورة النور الآية 55 ويقصد بالأمن العام أو السلامة العامة حماية المواطنين من الجرائم إلى آخره إلى آخره وهنا لها طابع وقائي فعندما تكون مثلا دورية الشرطة يعني تحافظ على الأمن العام بالشوارع ليلا مثلا فيتصرفك شرطة إدارية ولكن عندما تكون هناك يكون إجرام وتكون عمليات صارقة أو كذا أو ضربة فهنا تتدخر وتصبح شرطة إدارية إذن الأمن العام لسنا في حاجة الوقاية من الحوادث والأضرار التي قد تصيب الأشخاص في دواتهم أو أموالهم أو ممتلكاتهم إلى آخره هذا مفهوم الأمن العام لسنا في حاجة إلى شرحه كذلك المكون الثاني وهو السكينة العامة السكينة العامة يعني كل ما قد يزعجنا يعني سواء بالنهار أو بالليل من ضوضائين والأصوات المنبائية من مكبرات الصوت إلى آخره وحتى القرآن ينص على هذه مسألة هو الذي بسم الله الرحمن الرحيم صورة الفتح الآية الرابع أرباء الرقم الرابع هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وكذلك في نفس الصورة الآية 26 فأنزل الله السكينة سكينة على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخره يعني حتى القرآن الله سبحانه وتعالى في القرآن يؤكد على هذه الأمور على المحافظة على السكينة يعني ما يسمى في محتوى النظام العام بالسكينة السكينة العامة يعني من ضوضاء مثلا المكبر الصوت يعني كلاكسون كل هذا يعتبر من يدخل في إطار السكينة العامة ولكن هناك ضوضاء وضوضاء يعني الضوضاء يعتبر وهنا قضية تفيد بأن قضية يعني في المحكمة الإدارية بالريباط بتاريخ 20 مارس 2013 بخصوص منازعة قرار رئيس جماعة القاضي برفض منح شهادة إدارية لإنشاء مؤسسة تعليمية بعلة الإزعاج الذي ستتسببه بالنسبة للسكينة إذن رئيس المجلس الجماعي رفض إعطاء رخصة لأن المدرسة سيكون فيها هناك تلاميذ وسيكون هناك ضوضاء وإزعاج بالنسبة للساكنة وجاء الحكم في غاية الرواع الحكم نتكلم عن الحكم وجاء في هذا الحكم أن رسالة العلم والتربية رسالة سامية وفوق كل اعتبار ولا يمكن أن تعتبر بمتابة ضرر لأن الضرر الفادح والجسيم المطلوب رفعه هو ضرر الجهل والأمية الذي لا يسوغ الاعتراض عليه من طرف أي شخص كان بل يجب أن يهب المجتمع الجميع تحت قيادة الدولة هبت شخص واحد لرفعة ونصرة العلم ورجاله ومريديه ونشره بين مختلف فئات المجتمع لكون ذلك يعتبر فريدة على كل إدارة بما فيها الجماعات الترابية تنمية الإبداع التقافي والفني والبحث العلمي والتقني للحصول على تعليم عصري ميسر الولوج ودي جودتين طبقا للفوصول 25 26 وعند 30 32 33 من الدستور ومن واجب القاضي باعتباره ضمير المجتمع أن يحرص ويحمي الحق في العلم في أحكامه واجتهاداته إلا إذ لا يقبل لا يقبل لا عقلا ولا منطقا أن تسجل في سجلات الإدارة فبالأحرى سجلات المحكمة أنه في يوم ما تم منع إحداث مؤسسة علمية بزعم ضرر الجوار إذن هنا أعتبر حكم غاية في الروعة يعني القاضي الإداري هنا أكد لنا بأن هناك خلاف بأنه ضوضاء إذا كانت ضوضاء يعني مثلا في مؤسسة تعليمية فهذا فهو لا يعتبر ضجيج ولا ضوضاء ولا يمس بالسكينة العامة على العكس المشكلة هو مشكلة الجهل إلى آخره آخر مكون تقليدي مكون تقليدي للنظام العام والصحة العامة يعني من نظافة يعني مثلا كل ما يهدده صحة الإنسان وسلامة الإنسان الجسدية الحماية من الأوبئة والأمراض المهدية والتلووت لذلك والتلووت إلى آخره لذلك تسعة شرطة إدارية إلى حفظ الصحة العامة عن طريق وضع الشروط الصحية اللازمة لحياة الإفراد كالاهتمام بنظافة الأماكن والطرق العامة وأهدل وأيضا الاهتمام بتقنية بتنقية مياه الشرب من الزراتيم والشوائب إلى آخره فضلا عن توفير الشروط الصحية في المشاعة الصناعية والتجارية إلى آخره إذن هذه أمور معروفة إذن قلنا هذا الجانب المكونات التقليدية للنظام العام من الحفاظ على الأمن العام الصحة العامة والسكينة العامة إذن هذه المكونات هي ضرورية لكل مجتمع لكن هناك مكونات أخرى تظهر حسب يعني ثقافات وفلسفات وفلسفات وإدولوجية كل مجتمع مثلا ما نسميه بالمكونات الحديثة مكونات الحديثة هناك أربع مكونات المكونات الأول هو الأخلاق والآداب العامة أن الإدارة القضاء الإداري أجازة للإدارة حق تدخل من أجل اتخاذ قرارات منع كل عاملين يعني من طرف الخواص قد يضروا بالأخلاق والآداب العامة وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 18 دجمبر 1958 في قضيات فيلم لوتاسيا لوتاسيا يعني فيلم مخل بالأخلاق وبالآداب العامة فتم منعه وصار المجلس الدولة الفرنسي في نفسه التجاع الاعتبار أن هذا قرار شقر إدارية ولكن قرار مشروع القضاء الإداري كذلك في قرار للغرفة الإدارية يعني بالمغرب عدد 398 صادر بتاريخ 22 يونيو 1964 حيث جاء فيه وحيث إنه إذا كان يحق للعامل بمقتل سلطته المعترف بها قانونيا أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الخطر المحيط بالنظام العامي والأخلاقي يعني هنا كذلك تدخل في إطار نظام العام مسألة الأخلاق ولا بد من الإشارة أن مجلس أنا كنت تكلم على الأخلاق ولكن حسب فلسفة كل مجتمع فمثلا المجلس الدولة الفرنسي في اجتهادات كثيرة اعتبر بأن المكالمات الهاتفية الجنسية أو الإعلانات الجنسية أو إلى شيء من هذا القابل لا يضر بالأخلاق وبالتالي فمسألة غير يعني لم يلغي مثل هذه القرارات لم يلغي يعني بل ألغى قرارات المنعة برضو قد بعد مشرور قرارات الإدارية المتعلقة بمنع توزيع جرائد نظر لكونها تتضمن إشارات حول خدمات مرتبطة بالمكالمات الهاتفية الجنسية إذن بالنسبة للمجلس الدولة الفرنسية هذه المسائل لا تدخل ضمن الأخلاق لذلك قلت حسب كل مجتمع يعني حسب كل مجتمع إذن إذا كان مجلس الدولة الفرنسية القضاء الإداري الفرنسي في الكثير من الأحالات يعني اعتبر أن المسائل المتعلقة يعني بمكالمة الجنسية أو أفلام جنسية أو منشورات جنسية يعني من تعالى علاقة بالجنس أعتبرها بأنه لا تمص بالأخلاق فلماذا منع يعني كما قلت فيلم لوتياسيا يعني بتاريخ في قضية يعني لوتياسيا بتاريخ 18 دجمبر 1959 الفيلم هو فيلم يعني الأفلام الجنسية إلى آخره تم منع هذا الفيلم فهنا ليس الاعتبارات الأخلاقية وإنما لأنه عرض الفيلم كان سيؤدي إلى الطرابات اجتماعية محلية وبالتالي فهو تفادي لهذه الاضطرابات تم منع ذلك الفيلم ثانيا الكرامة الإنسانية يعني المكون الثاني للنظام العام في شقه يعني المكونات الحديثة للنظام العام الكرامة الإنسانية وهذا يعني هناك حكم شاهير يسمى بحكم رمي الأقزام مصرحية كانت الهدف منها يعني حتى يضحكوا الناس رمي الأقزام يعني كان قزم وعلى منصة المصرح نرمي بهذا القزم فتدخل مجلس الدول الفرنسي واعتبر أن القرار المنع هو قرار مشروع لأنه الأمر يتعلق بكرامة الإنسان كومين دو مورزان سيغ أورج يعني كذلك المكون الثالث هي المحافظة على الجمالي و رونق مثل المجلس الدول الفرنسي الإدارة منعت اللوحات التي لا تنسجم مع رونق وجمال أركض تخيانف يعني قوس النصر بفرنسا بباريس فاعتبر أنه من حق الإدارة أنت يعني لا بد من الحفاظ على جمال ورونق هذا هذا القوس وبالتالي اعتبر أن قرار الشوط الإداري التي تمنع اللوحات التي لا تنسجم مع رونق وجمال قوس النصر يعني أن هذه القرارات اعتبرها قرارات مشروعة المكون الحديث الرابع حماية الإنسان ضد نفسه لقد اعتبر القضاء الإداري أن حماية الإنسان ضد نفسه من الأمور المرتبطة بالنظام العام مثلا من ضمن النظام العام قرارات وضع الكاسك الخوضة وضع الكاسك على الرأس اعتبر المجلس الدولة الفرنسي بأن هذا القرار هو قرار مشروع يسعى إلى حماية النظام العام ولكن في شقيه الحديث وهي حماية الإنسان ضد نفسه إذن كل هذا في بعض الحالات هناك واحدة ملحوظة جد مهمة فالنظام العام ليس فقط حماية الإنسان يعني عندما كذلك قد يكونوا في بعض الحالات قد يتدخلوا في الحالات الخاصة مثلا كقرار تدخل لحماية الشخص المجنون مثلا وهذه ربما أمور نتطرق لها لاحقا إن شاء الله المهم عندنا النظام العام يساوي إن السلطة الإدارية عمل سلبي يساوي النظام العام الحفاظ طابع وقائي سلطة تقديرية النظام العام غير محدد بين الصين قانوني دقيق وهذه مسألة إيجابية مكونات النظام العام عندنا النظام العام في شقه التقليدي الأمن العام السكين العام الصحة العام في شكله الحديد قلنا عندنا الأخلاق والأداب العام الكرام الإنسانية المحافظة على الجمال والرونق جمال وحماية الإنسان ضد نفسه هنا هل هناك تعليقات الإفطار العلني تتصرف الشرطة كشرطة إدارية أو قضائية كما قلت دائما هو كالمفروض أنه هذه أسئلة يعني نفهم الجوهر العام عندما تدخل الإدارة لمنع الأشياء فهي تتصرف كشرطة إدارية من حدود شيء يضر بالنظام العام أو مخالفة أو شيء من هذا القبيل أو لا يحترم ضوابط المجتمع منع مثل هذه الأمور العملية هي عملية شرطة إدارية لأن موضوع على هذا ضوابط ولكن عندما نرتكب الخطأ عندما نرتكب المشكل فهنا نمر إلى القضائية في إطار كرامة الإنسان هالقرارات تدبير المتخدة في جانب الحدي من العنصرية يعني السؤال يعني لا بد من توضيح السؤال الله خليك يعني سيود نبيل أمين من حماية الإنسان ضد نفسهم مثل محاولة الانتحار نعم كل هذه يدخلوا في إطار السلطة القضائية السلطة الإدارية وفي إطار النظام العام هل هناك أسئلة أخرى أنتظر دقيقة أو دقيقتين أسئلة أسئلة الفاضل ألا تدخل المكونات الحديثة النظام العام في المكونات التقليدية أو المكونات التقليدية الشيء أو المكونات الحديثة شيء آخر أسئلة دونكل إذن أعتقد أنه السلطة الإدارية لها طابع وقائه أستاذ نعم لها طابع وقائه إذن أعتقد ليس هناك سؤال هناك طلبة كيقول الإستمساء بالمحاضرة شكرا لكم وشكرا لكم أنتم هم كما قلت دائما الطالب هو الذي يسمع الدرس وليس الأستاذ إذن يعني الآن أمر إلى أنواع الشرطة الإدارية الشرطة الإدارية من حيث من حيث الإدارة من حيث المجال الجغرافي نميز بين الشرطة الإدارية العامة والشرطة الإدارية المحلية ولكن ليس هذا ب ي سنبدأ فقط بالشرطة أنواع الشرطة الإدارية عندنا الشرطة الإدارية العامة والشرطة الإدارية الخاصة إذن الشرطة الإدارية العامة والشرطة الإدارية الخاصة إذن أنواع الشرطة الإدارية نميز أولا من حيث الموضوع بين الشرطة الإدارية العامة والشرطة الإدارية الخاصة الشرطة الإدارية العامة هي الوظائف التقليدية للدولة إلى آخره الشيء الأساسي كما قلت سابقا أننا لسنا في حاجة إلى نص قانوني لممارستها ودائما أشير إلى قرار لابون بتاريخ 8 غوشت 1919 فليس هناك نص قانوني دقيق يحدد مفهوم الشرطة الإدارية العامة لماذا؟ لأن هناك خصائص تهم الشرطة الإدارية العامة أهمها المرونة وبالتالي تتغير بتغير الزمان والمكان وهذا شيء إيجابي النقطة الثانية ليس هناك مجتمع بدون شرطة إدارية قد يكون مجتمع بدون مرافق عامة ولكن يستحيل أن يوجد مجتمع بدون شرطة إدارية أن اختصاصات الشرطة الإدارية غالبا تكون اختصاصات عامة يعني كما قلت غير دقيقة غير محصورة وذلك لمسايرة تطور المجتمع فلذلك السلطة التقديرية تعتبر من ركائز الأساسية للشرطة الإدارية بشكل أساسي إذن عندما نتكلم عن الشرطة الإدارية العامة من هو صاحب الاختصاص؟ الكل يعتقد أن صاحب الاختصاص هو وزير الداخلية وهذا غير صحيح صاحب الاختصاص بالنسبة للشرطة الإدارية العامة السلطة التنظيمية عندما نتكلم عن الشرطة الإدارية العامة فهي من اختصاص تدخل في حقل السلطة التنظيمية وما هي السلطة التنظيمية؟ كل ما ليس من اختصاص السلطة التشريعية فهو من اختصاص السلطة التنظيمية ومن الذي يمارس السلطة التنظيمية؟ رئيس الحكومة إذن الشرطة الإدارية العامة من اختصاص رئيس الحكومة اجتهادات قضائية كثيرة على مستوى مجلس الدولة الفرنسية تصير في هذا الاتجاه إذن كيف يمارس وزير الداخلية الشرطة الإدارية العامة؟ الذين أعتقدوا فعلا أنه هو صاحب الاختصاص صاحب الاختصاص هو رئيس الحكومة عبر سلطته التنظيمية عبر التفويل الشلطة الإدارية العامة مفوضة من طرف رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية المادة 90 الفصل 90 من الدستور يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعد سلطته للوزراء إلى آخره إذن الشرطة الإدارية هي الشرطة الإدارية العامة من اختصاصه رئيس الحكومة داخل الشرطة الإدارية العامة إذن قلنا هذه الشرطة الإدارية العامة كما قلت نميز بين الشرطة الإدارية العامة الوطنية التي نعتقد خطأا أنها من اختصاص وزير الداخلية هي في الأصل من اختصاص السلطة التنظيمية ولكن دستوريا يجوز له تفوضها إلى وزير الداخلية إذن الشرطة بعد الشرطة الإدارية العامة الوطنية عندنا الشرطة الإدارية المحلية على مستوى الشرطة الإدارية المحلية يجب أن نميز بين شيئين وهنا نرجع إلى درس الأسدو الثاني نميز بين الشرطة الإدارية العامة التي تمثل السلطة المركزية والشرطة الإدارية العامة المحلية التي تمثل السلطة المركزية من ولات وعمال وبشوات وقواد إلى آخره والشرطة الإدارية العامة المحلية التي يمثلها المجلس الجماعي أو رئيس المجلس الجماعي إذن الشرطة الإدارية العامة المحلية الممثلة للسلطة المركزية والشرطة الإدارية العامة المحلية يعني المنتخبة إن صح التعبير هذا هو التعبير الصحيح يعني أن هنا لا بد أن نعلن بأنه بخلاف رئيس الحكومة ووزير الداخلية الذين يمارسان الشرطة الإدارية على مجموع التراب الوطني تمارس السلطة المحلية مهام الشرطة الإدارية للحفاظ على النظام العام على المستوى المحلي وفي نطاق الجغرافي محدود إذن يعني غالبا إن صح التعبير المستوى السلطة المحلية الممثلة للسلطة المركزية نجد أن الشرطة الإدارية تمارس من طرفي ولا تلجيهات وعمال العملات والأقليم رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضارية والقروية يعني البشوات والقواد إلى آخره دستور دستير ما قبل ألف يعني كل هذا في دل دستور فاتح يوليوز 2011 ستتسع دائرة المكلفين بشطة الإدارية العامة على المستوى المحلي حيث بالإضافة إلى العامل ستسند دستوريا هذه المهمة إلى الوالي حيث نصف الفاصل 145 انظر الفاصل 145 يمثل ولاة الجهات وعمال العملات والأقليم إلى آخره لماذا هذا التركيز على الوالي؟ لأن مؤسسة الوالي قبل دستور 2011 مثلا في دستور 1996 فيما يخص الشرط الإدارية لم ينص في مقتضايته على مؤسسة الوالي وحتى في دستور الفاصل الميوجوج يمثل العمال الدولة في العمالات والأقليم والجهات ويصعرون هذا هو بيت القاصيد يعني استوى السعيد لم يكن ينص على الوالي 2011 بدأ ينص على الوالي وبالتالي يعتبره يعني كطرف في المحافظة على النظام العام هناك نصوص كثيرة تتعلق بدور الجهات بدور السلطة المركزية بدور هذه بدور الذي سلعبه يعني حول الشرطة الإدارية العامة المحلية والتي تمارسها أجهزة تمثل السلطة المركزية ظاهير 15 فبراي 77 متعلق باختصاص العمالي يتكلم كذلك على دور العامل في المحافظة على النظام العامي كذلك الفصل 31 من ظاهير فاتح مارس 1963 يعني يتكلم كذلك على مهام الشرطة الإدارية كما كلف ظاهير فاتح مارس 1963 كذلك في فصل 32 القائد والباشا بمهام الشرطة الإدارية إلى آخره القانون التنظيمي وأذكر هنا أن القانون التنظيمي هو أعلى درجة من التشريع وأقل درجة من الدستور إذا القانون التنظيمي المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات جعلت ممارسة الشرطة الإدارية المحلية من اختصاص رئيس المجلس الجماعي بالستناء المآواد المذكورة هناك مواد مذكورة لأصل ورئيس المجلس الجماعي هو الذي يمارس الشرطة الإدارية بالستناء بعض المواد التي هي من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه كتأسيس الجمعية النظام وكل ما يتعلق بالنظام العامي محافظة على النظام العام تأسيس الجمعية الانتخابات والسفتاء إلى آخره كل هذا من اختصاص السلطة الإدارية المحلية التي تمثل السلطة المركزية أما خارج هذه الأمور المذكورة على سبيل الحصر فالاختصاص يرجع إلى رئيس المجلس الجماعي الشرطة الإدارية الممارسة من طرفي الأجهزة المنتخبة هنا نميز فيما يخص الشرطة الإدارية على المستوى المحلي فلابد من التمييز بين الشرطة الإدارية التي يمارسها المجلس الجماعي وتلك التي يمارسها رئيس رئيس المجلس الجماعي أنا أعتقد سأكتفي بهذا القدر وأجيب على أسئلة عن أسئلة الطلبة على أسئلة الطلبة يعني أنهي الحصة اليوم يعني إذن يعني حيث عندي التزامة أخرى الآن فلقاءنا يتجدد غدا إن شاء الله وسأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة التي طرحت اليوم لأن كي تصلوا بي على أساس أن نبدأ الدرس الآخر فعندي التزامات أخرى فالله وفقكم جمعة مباركة ولقاءنا غدا إن شاء الله شكرا ولكي في نص الوقت سأجيب على هذه الأسئلة الطلبة شكرا